المختصر في السيرة النبوية ذكر هذا النسب النبوي الشريف الإمام البخاري في صحيحه وهذا القدر من نسبه صلى الله عليه وسلم متفق عليه بالإجماع نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والحافظ بن كثير والإمام بن القيم وغيرهم قال الحافظ بن كثير وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع وهو ثابت بالتواتر والإجماع